التعليم الدامج في هذا الفيديو القصير سأخبركم عن ما هي التعليم الدامج وعن أسباب أهميتهم وفي حال كان طفلكم يعاني من إعاقة أو حالة صحية فسأخبركم كيف يمكنكم العمل مع مدرسته لضمان إدماجه وتعلمه وتحقيق إنجازاته التعليم الدامج يعني أن يداوم جميع الطلاب في مدرستهم الحكومية المحلية وأن يكون مرحب بوجودهم جميعا في المدرسة وأن ينظموا إلى فصول الدراسية اعتيادية مناسبة لأعمارهم وأن يتم دعمهم بتعديلات رشيدة للتعلم والمساهمة والمشاركة في جميع جوانب الحياة المدرسية وهذا يعني توفير الإدماج المادي والاجتماعي والثقافي والإدماج المتعلق بالمناهج الدراسية لجميع المتعلمين ما أسباب أهمية الإدماج؟ يستفيد كل طفل من الإدماج بغض النظر عن قدراته أو ثقافته أو خرفيته حيث كشف خمسون عاما من البحث أن التعليم الدامج يوفر أفضل النتائج الأكاديمية والاجتماعية لجميع المتعلمين إلى جانب نتائج أفضل على المدى البعيد من ناحية التوظيف والاستقلالية والانتماء الاجتماعي إذ يتعلم المجتمع الدراسي تقدير التنوع والاختلاف من خلال التعليم الدامج بينما تبني المدارس الدامجة حجر الأساس لمجتمعات الدامجة وأفضل ما يكون الإدماج للأطفال ذوي الإعاقة وهو الأفضل كذلك للأطفال من غير ذوي الإعاقة الذين يتعلمون إلى جانب أولئك ذوي الإعاقة وقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن التعليم الدامج هو حق من حقوق الإنسان الذي يتمتع به كل طفل كما تصف اللجنة الطريقة التي يمكن بها للأطفال من ذوي الإعاقة الوصول إلى حقوق الإنسان الأخرى مثل عدم الوقوع في الفقر والقدرة على المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم المحلية أما في أستراليا فهناك معايير التعليم لذوي الإعاقة التي تحدد التزامات المدارس المتعلقة بتوفير تعديلات رشيدة للطلاب ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من الحصول إلى التعليم والمشاركة على قدم المساواة مع الطلاب من غير ذوي الإعاقة كما توجد في كويزلاند كذلك سياسة التعليم الدامج يمكنكم معرفة المزيد من هذا الموضوع على الموقع الكتروني لوزارة التعليم في كويزلاند تلتزم الوزارة بجميع الأطفال والشباب في كويزلاند بغض النظر عن خلفياتهم أو هوياتهم أو قدراتهم حيث تقوم بتمكينهم من الالتحاق بالمدرسة المحلية بكل ترحيم ويمكنهم المشاركة الكاملة في المناهج الدراسية جنبا إلى جنب مع أقرانهم من نفس السن ويجتمل هذا الالتزام على أن يتعلم الطلاب في بيئة آمنة وداعمة وأن يحققوا إنجازات أكاديمية واجتماعية بمساعدة تعديلات رشيدة ودعم رشيد ماذا يمكنك أن تفعل مناصرة التعليم الدامج؟ تذكر أن المكان الذي تسجل فيه طفلك هو خيارك المحط إذا واجهتك عقبات فسيكون من المهم بالنسبة لك معرفة الأدلة والقوانين التي تحمي حق طفلك في الالتحاق بمدرسته المحلية والحصول على الدعم الناجح إذا كانت لديك رؤية واضحة لما تريد أنت لطفلك وما يريده طفلك فسيساعدك ذلك على التأكد من مشاركته في جميع جوانب الحياة المدرسية منذ البداية عندما تقوم بتسجيل طفلك يكون لديك خيار تسجيله في المدارس الحكومية المحلية تاريخيا ربما كنت تتوقع أنه إذا كان طفلك يعاني من إعاقة ولا سيما الإعاقة الذهنية فإن مسار التعليم المنفصل الخاص هو المسار المتوقع وعلى الرغم من أن الأبحاث والتشريعات والسياسات تدعم اختيارك للدعم الدامج لطفلك إلا أنك قد تواجه بعض الناس في مجتمعنا ممن لا دراي لهم بذلك قد يكون لدى بعض الناس مفاهيم خاطئة كما في الأمثلة التالية أولا، الطفل ذو الإعاقة قد يعيق الطلاب الآخرين ثانيا، يجب أن يكون الطفل ذو الإعاقة في مدرسة منفصلة عن الأطفال الآخرين ليكون آمنا أو أنه يحتاج إلى تعليم منفصل خاص من أجل أن يتعلم وكلما كنت واضحا بخصوص توقعاتك وواثقا فيها كلما ساعد ذلك الآخرين على فهم أهداف عائلتك من إدماج طفلك عند إجراء محادثات مع المدارس، حاول أن تتذكر أنك شريق قيم في رحلة تعليم طفلك ومن المهم بناء علاقات إيجابية على طول الطريق وتذكر أن مدرسة طفلك منتزمة بتوفير خدمة المترجمين الشفهيين إذا تطلب العمر ولذلك لدعمك أثناء تلك المحادثات فلتتحدث عن ابنك بحماس وإيجابية قدمه على ما سيكون عليه في المستقبل العضو القيم في الصف إن طفلك فرد بذاته لذا شارك شغفه واهتماماته ونقاط قوته عندما تتحدث عن التحديات التي واجهها طفلك لا تركز على نقصه أو تشخيص حالته ولكن بدلاً من ذلك قدم اقتراحات حول كيفية إمكانية استفادة المعلمين من أفضل ما لدى طفلك كل يوم يمكن أن يساعد التواصل مع دعم الأقرام مثل الآباء الآخرين الذين يبتغون تعليماً دامجاً لأطفالهم على الشعور بالقوة عندما تواجه أي عقبات أو تحديات كما أن داريتك بأنه الإدماج أمر ممكن ستساعدك هي الأخرى على أن تكون مناصراً أقوى يمكنك معرفة المزيد عن مناصرة التعليم الدامج لطفلك من خلال الموقع الأكترونيكرو.org.au جميع الأطفال يستحقون تعليماً جيداً والفرصة لتنمية الصداقات وتحقيق الانتماء إلى المجتمع وأن يكبروا ليصبحوا بالغين ناجحين ومنتجين وأحدى الطرق المهمة لتحقيق ذلك هي أن يكونوا مع أقرانهم وفي مدرستهم المحلية إن التعليم الدامج مفيداً لأطفالنا كافة